أعلنت محافظة أربيل أنها ستنفذ خطة أمنية محكمة خلال أيام عيد الأضحى وقالت المحافظة في بيان أن المحافظ أمت خوشناو ترأس اليوم اجتماعا بحضور العديد من المسؤولين في مديرية أسايش أربيل وقوات زيرفاني ومديرية صحة أربيل والجهة المعنية لمناقشة الخطة الخاصة بأيام عيد الأضحى في المحافظة ونقل البيان أن خوشناو أكد على ضرورة تنفيذ خطة محكمة خلال أيام العيد ووجهت جهة المعنية بأهمية الحفاظ على سلامة السياح الذين سيأتون إلى المحافظة طوال فترة إقامتهم وتابع البيان أن الاجتماع جرى فيه التأكيد على تفعيل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وذلك لمنع استغلال أيام العيد والتلاعب بالأسعار